اعزائي الطلبة والطالبات اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى في الاحياء للصفة الثاني السنوي طبعا بدأنا المراجعات وخلاص نقدر نقول بدأ العدل التنزلي لمعاد دخلنا الامتحان وخلاص بعض القرارات الجديدة احنا تقريبا عرفنا هنبدأ ندخل الامتحاناتنا امتى واكيد احنا كنا سابقين وبدأنا نراجع بقالنا فترة واتفقنا على حسب من تطلبته مراجعاتنا كلها تكون مراجعات شاملة مش هنحدد ابواب عشان الحق الملك كل الاسئلة وطبعا باخد الداتة بتاعت الشغل من كلامك انت ومن كومنتاتك ومن الاسئلة اللي انت بتكتبها لنا على كومنتات الحلقة وطبعا نلاحظت المرة دي ان في كم اسئلة وبالذات كم اسئلة نظري كبير جدا انتوا كنتوا طلبينه الجزئي دي او طلبينه النهاردة علشان كده كان معتاد هبتدي به الاول وعدين نبدأ نكمل اسئلتنا في اختر اللي احنا متعودين عليه وزي ما احنا متفقين احنا من راجع مراجع شاملة بمعنى جزئي اللي هتجيني السؤال اللي هتجيني هنبدأ نحله ونبدأ نجيب كل ما هو حول السؤال قدينا بنراجع وانتوا نفسوكوا قلتوا الاسلوب ده خلاني قلم اجزاء كتير ما كانش واضحة معايا وكتير من تعليقاتكم لأسعادتني جدا ان كان في حاجات مش باينة او حاجات مش واضحة معانا احنا فهمناها من المراجعة عشان كده هنستمر على نفس السيستم مراجعتنا ده تعالوا نشوف ميجهزن لكم ايه النهاردة نبتلي بالاسئلة النظري اللي انتوا طلبتوها نقطة استفهامية منتوش فاهمينها في المنهج من ضمنها طبعا علشان هو طالب ومعانا متابع وموجود معانا في اغلب الحلقات وكان بيحاول يكلمنا كتير لكن معلش للأسف في شوية مشاكل فيه التليفونات علشان كده هو اتصل بي وداني الاسئلة وكان لازم اذكر اسمه النهاردة لان هو فعلا الاح في ان الاسئلة بتاعته تعرض كان الطالب كريم كريم جدنا شوية اسئلة هناخد اول سؤالين من اسئلة كريم نشوف هو طالب اين بيقول فصر تلعب خيوط الفيبرين دورا هاما في الحفاظ على حياة الانسان طيب هو بيقول الفيبرين ودور هام في حياة الانسان ما تيجي نفهم مع بعض الفيبرين ده الفيبرين ده مادة بروتينية او خيوط بروتينية بس خلي بالك يوجد في بلازمة دم تلت انواع من البروتينات يوجد في بلازمة دم تلت انواع من البروتينات وطبعا كميتهم في البلازمة 7% ايه هما او ايه هي البروتينات الموجودة عندي في البلازمة عندي الالبومين وعندي الجلوبيولين وعندي الفيبرينوجين الفيبرينوجين ده بيكون في حالة زائبة لما يتحد مع البروسترومبين والسرومبين والقصة بتاعت التجلط دي يكون لنا الفيبرين والفيبرين خيوط بروتينية غير زائبة عشان يعمل التجلط عشان يمنع انسياب وخروج الدم من الجسم عند حدوث اي جرح يبقى ايه وظيفة الفيبرين الفيبرين لانه ده خلي على مادة الفيبرين نفسها ده بروتين غير زائب بيتكون من اتحاد السرومبين مع الفيبرينوجين او نقدر نقول السرومبين ده عامل حفاظ لتحويل الفيبرينوجين البروتين الزائب في بلازمة دم الا فيبرين بروتين غير زائب في بلازمة دم هيترسب مكونة ما يسمى التجلط الدموي ليمنع طبعا انسياب الدم من اي جرح وكلنا لاحظناها لما بيحصل اي جرح بسرعة بتكون قشرة وبيلتقى من الجرح ده ده وظيفة مين الفيبرين او خيوط الفيبرين البروتينية اللي بيبدأ طبعا يترسى فيها انواع خلايا الدم اللي احنا درسناه طيب برضو من ضمن اسئلة كريم بيقول فسر يجب عدم الافراط في تناول الاطعمة الدهنية اكيد لان لو زاد كمية الدهون في الجسم انت برضو عارف ان مع عملية الامتصاص اللي بتحصل في اللفائفي لما بيزيد كمية الدهون ممكن يحصل اتحاد بين الاحماض الدهنية والجسرين مرة اخرى عشان يتكون لي الدهون اللي هتمر من الخملات عن طريق البلعامة ودي طبعا كانت تؤدي الى ترسيبات في الاوعية الدموية وتكون الجلسترول وسرعة الجلطات وخلافه فتناول برضو الدهون يكون بمزيد من الحرس كان فيه سؤال تاني من اسئلة كريم اختر بس هنأجله لبداية اسئلة اختر طيب لاحظت برضو في اسئلة كتير انتو بعدتوها مثلا على سبيل المثال احد الطلاب باعد بيقول هل النباتات اكلة الحشرات تعتبر ذاتية ولا غير ذاتية تتخزين يقصد ايه في بعض انواع النباتات زي نبات اسم الدروسيلا مثلا ده نبات اكل الحشرات ماني لازم اعرف ما هو حاول السؤال نبات اكل الحشرات يعني نبات ده بيتغز على الحشرة هل الحشرة وسيلة تغذية كاملة بمعنى هل اكله الحشرات ده بيكفي انه يعمل بناء ضوئي لا لمعلوماتك احيانا بعض هذه النباتات بتقدر تقوم بعملة البناء الضوئي الامال بتاكل الحشرات ليه لانها مش قادرة تحصل على النتروجين من الطربة مش قادرة تحصل عن النتروجين من الطربة قد يكون خلوة من المستقبلات قد يكون الفقر بيئتها من هذا العنصر المهم بتضطر تاخده من الحشرات اللي هي بتتناولها لكن على كل طالما انها اكلات حشرات لان انت لسه ما درستش الموضوع ده بكم نوافي اعرف انها طالما اعتمدت على غيرها في الحصول على الغذاء هي غير زيتية التغذية بس خلي بالك للدقة العلمية بعد انواع اكلات الحشرات بتقدر تقوم في البناء الضوئي بتقدر تقوم بيه يعني ذاتية يعني بتكون غذاءها بنفسها ولكن الحشرات بالنسبة لها مصدر للحصول على النتروجين لان النتروجين ده مش موجود في بيئتها مفتقرة بيئتها له او قد يكون ما عنداش مستقبلات هذا العنصر يبقى لو هتاخد رأيي انا في المناهج الاعلى شوية هقولك لا ده كائن زيت التغذية ده عمل بناء ضوئي بس اخد النتروجين بس انت لسه ما درستش كلان ده فاي نبات او اي كائن تحس ان هو بيعتمد على غيره في الحصول على الغذاء يبقى ده اكيد غير زيت التغذية بس اصدت قولك موضوع النتروجين ده للامانة العلمية طبعا طيب سؤالكو برضو هل من الممكن انسان يعيش بدون معده ما فيه ناس بتعمل تكميم معده وفيه ناس بتشير المعده هل من الممكن انسان يعيش من غير معده اه اه لو جيت خيرتك بين المعده وبين اللفاقفي لا ما قدرش هستغنى عن اللفاقفي لكن ممكن هستغنى عن المعده طب ليه مقص المعدة بتهدم ايه بروتين عن طريق البيبسين انزيم البيبسين طب وايه يعني طب ما انا عند البنكلياس بقى عساراته الهاضمة فيه انزيم التيريبسين اللي طبعا كان تيريبسينوجين وبقى تيريبسين اللي برضه هيهضم البروتين اذا فيه عضو تاني في جزمي هيحل محله او بيكون بنفس عمله مش فرقة معايا لكن ما اقدرشي استغل عن اللفائفي ليه اللفائفي بيحصل فيه اتمام الهضم والامتصاص اتمام الهضم يعني حول السكرات السنائية الوحدية حول السلاسلة البيبتدية الى احماض امينية خلاص كده حولت كل حاجة الى منمراتها يجي بقى في النصف الصفلي الخملات تبدأ تنقل هذه المواد الغذائية الى الدم او اللمف علشان طبعا تسلك يعمل مسلك الدموي ومنه للوريد الاجوة في الصفلي يعمل مسلك اللمفاوي ومنه للوريد الاجوة في العلوي طيب سؤال تاني بصراحة عجبني لا ينطاق الغاز النتروجين للدم اه هو السؤال ما كانش واضح بس انا بانيت عليه بمعنى ايه الطالب او الطالبة اللي بعطونا السؤال ده بيقول النتروجين بمنطقلش للدم ليه هو اصدق ايه يا جماعة عشان برضو نفكر سوا في النقطة دي ما هو اصدق اساس تعلمنا الايام دي ان انا معتمد على التفكير طيب هواء الشهيك والزفير احنا بنقول بيحصل تبادل غازات بين الشعارات الدموية المحيطة بالحويصالات الهوائية وبين الهواء اللي داخل الحويصالة الهوائية الهواء اللي جوه الحويصالة في ايه فيه سنو اكسيدك كربون بس بكل مية ضائلة اوي اوي ده 3% بس موجود في الدم بنسبة اعلى اساس شريان اللي واصلي اراقوي وبالتالي هينتقل سنو اكسيدك كربون بالانتشار من الدم الى الحويصالة الهوائية ده الغزدة اكسوجين اه 21% نسبته اعلى في الحويصالات الهوائية منخفض في الدم فينتقل من تركيز المرتفع لتركيز المخفض فيدخل الدم على التبادل الغازات بين الاتنين دول طب ليه مش بنتكلم عن النتروجين طب النتروجين ده انت درسه 8% من مجمع الهواء الجو نحن النسبة عالية اوي واكيد دمي ما فيهوش نتروجين ما انتقلش ليه صح سؤال بصراحة عجبني ليه النتروجين ما بنتقلش يا جماعة عجبني ان انتوا بدأتوا تفكروا وانت تبحث على المعلومة بنفسك واحترط في النقطة دي المفروض فعلا ينتقل من تركيز المرتفع داخل الحويصالة لتركيزه منخفض في الدم زيه زي الاكسوجين لا ما بينتقلش ليه دخول او خروج اي مادة خد بقى الكلام اللي بقوله لك ده قاعدة معاك لغاية ما تتخرج من الجامعة مش بقولك السنة دي ولا السنة الجاية لا خدها قاعدة معاك دخول او خروج اي مادة عبر الغشية البلازمية بيعتمد على ايه تعال كده نرجع بالمنهجنا الورا شوية الغشاء البلازمي عبارة عن طبقاتي من الفصل اللي بيديت طبقتين ماشي متعكسين مش دي كسيت دلوقتي بينها حبيباج بروتين مطمورة مطمورة او منغمسة الحبيبات دي تعد بالنسبة لمستقبلات خدها بمعنى كلمة مستقبلات كنت زمان في سنة قوله اقولك مواقع تعرف بوابات بوابات اهي في بوابات يعني في حبيبات بروتينية او مستقبلات لدخول الماء في مستقبلات لدخول الغزات مثلا في مستقبلات لدخول اي عنصر واي مادة في اي خلية لاي كائن حي على وجه الارض كده عممتها نباكة او انسان يبقى اي مادة داخلة او خارجة تتقل من خلال مين المستقبلات اللي موجودة فين في الغشاء البلازمي امال ليه انا قلت ان الغشاء البلازمي بيتمتع بخاصية النفاذية الاختيارية لانه بيتحكم في مرور المواد من و الى الخلية بفضل وجود هذه المستقبلات طب برجع لي سؤالي النتروجين ما دخلش ليه مفيش مستقبلات تسمح بدخول النتروجين في جدار الحويصلة ولا جدار الشعيرة الدموية مفيش مستقبلات تسمح بنفاذ او مرور هذا الغاز سواء عبر جدر الحويصلة او عبر غشاء الشعيرة الدموية مش هيعدي هيفضل في الهوى زي ما هو ليه مفيش مستقبلات مفيش حبيبات بروتين على سطح الغشاء البلازمي سواء هنا او هنا تسمح له بالمرور اسهى في اي حاجة قبلك دخول وخروج اي مادة بيرجع لوجود المستقبلات التي توجد على الاصطح الاخشية البلازمية يبقى انا كده وضحت مستقبلات النيتروجين تخلو من هذا المكان ممكن الاقيها موجودة على الغشاء البلازمي بتاع شعيرة جزرية لان الجزر والنبات محتاج النيتروجين لكن انا كحويصلة هوائية وكشعيرة دموية لا ما ينفعش اسحب النيتروجين من الهواء الجو يبقى انا كده بهمتي السؤال ده كان ايه ويمكن جاوبته باستفادة شوية عشان يمكن بيحل معايا اسئلة كتير تقابلني فيما بعد طيب سؤال برضو بيقول تستطيع خلايا الجزر الحصول على غزائها رغم عدم قيامها بالبناء الضوئي اه صح الجزر موجود في التربة يعني مفيش بناء ضوئي مفيش ضوء مفيش بناء ضوئي حتى الشعيرة الجزرية البلازمي ده فيها تبقى ليلى جدا جدا امال بياخد غزائه ازاي اللحاء طبعا اللحاء ايه وظيفة اللحاء يا جماع اللحاء يعمل على نقل المواد الغزائية من الورقة الى جميع اجزاء النبات مش الجزر ده عضو من اعضاء النبات اه مش وصل له خشب ووصل له لحاء اه يبقى الخشب هينقل منه الميا والاملاح اكيد يبقى اللحاء هوصل له الغزاء اللحاء بيوصل لكل جزء وكل خلية وكل عضو في هذا النبات طيب سؤال برضو كان طريف جدا ماذا يحدث لو انخفض الضغط الاسموزي لخلايا الكشرة في الجزر عن الضغط الاسموزي لخلايا البشرة طيب الناس اللي كان واقع منها الجزء قداماني ده ما معنى كلمة الضغط الاسموزي الضغط الاسموزي هو تركيز الزائبات بالنسبة للمزيد والعلاقة هنا ترضي يعني كل ما زاد تركيز الزائبات كل ما ارتفع الضغط الاسموزي والعكس صحيح طيب لازم تكون الشعيرة الجزرية اللي موجودة عندي في الجزر فجوة العصرية ده تضغط اسموزية عالية عشان المية تنتقل من المرتفع للمية في التربة او من الضغط الاسموزي منخفض في التربة الى الضغط الاسموزي المرتفع داخل الفجوة او داخل خلايا البشرة او المية تنتقل من تركيزها المرتفع الى تركيزها منخفض اعدت من البشرة خلاص انا عارفة ان الفجوة هنا تركيزها ايه عادت من البشرة جت تدخل في الكشرة لقت الكشرة تركيزها الاسموزي منخفض مش هتدخل ده هيقدي الى ايه عدم وصول المية الى اوعية الخشب لان الضغط الاسموزي منخفض بل بالعكل ده ممكن المية تخرج وفي الحالة دي هينحصر المية في وجود او في منطقة البشرة لانتصل لمرحلة الكشرة فلانتصل الى الخشب فيفقد النبادة خاصيته او الخشب خاصيته في نقل المية فقد يؤدي الى زبول وموت النبادة طيب السؤال السادس ماذا يحصل او ماذا يحدث عند اصابة الانسان بالزائدة الدودية مرض في اي مرض ايا كان اي مرض هيوصل لجسمك بتزداد عدد كرات الدم البيضاء بالزاد في الزائدة الدودية الزائدة الدودية كنوع من انواع الامراض اللي ممكن ترفع او تحفز جهازك المناعي فيبدأ يزداد معاك عدد كرات الدم البيضاء عشان مواجهة المشكلة دي انا عندي فيه التهاب مثلا هتزداد عدد كرات الدم البيضاء المفروض كرات الدم البيضاء 7000 لكل ملي متر مكعب في الزائدة الدودية بالزاد كتصل ال 14 يمكن واكيد حد مننا حصلوا الموضوع ده يمكن يكون موضوع الزائدة الدودية ده او تحليل كرات الدم البيضاء فيصل علشان اتأكد ان انا عندي زائدة الدودية يعني ممكن لما نيجي نعمل اشعة ما بتبنش الزائدة الدودية في الاشعة لكن مكانها ده انا عارف ان المكان ده مكان الزائدة وفيه قلم في المكان ده بس ما واش قلم قوي قوي طب تعال انحل الكرات الدم البيضاء لو لقى العدد اوبر اعلى من الطبيعي عارفنا ان هنا فيه التهاب في الزائدة الدودية واكيد كتير مننا لاحظ الموضوع ده وعلى فكرة علاقة عكسية بين عدد كرات الدم البيضاء وعمرها طالما ان عندي دلوقتي مهاجمة ميكروبية بيزيد عدد كرات الدم البيضاء ليه فترة حياتها بتقل لانها في حالة مواجهة دلوقتي فيه سموم بتخرج من الزائدة ده الدودية مساء على سبيل المثال فبالتالي ده بيقضي الى نفق او موت قرات الدم البيضاء بكميات كبيرة فبيزداد عددها معايا عشان يواجه العجز او يواجه النقص فيها ده نتيجة انها قامت باستجابة مناعية معينة طيب فيه بنوطة بعتدت لنا سؤال بتقول ما دور الهرمونات في عملية الهضم ما دور الهرمونات في عملية الهضم حبيبتي هو مش عليك بس انا هقوله لك فيه بعض انواع الهرمونات اللي بتعمل على تحفيز عمليات الهضم على سبيل المثال المعدة فيه هرمون في المعدة بيفرز من قدار المعدة من خلايا المعدة بيسمى الجسترين الهرمون ده بيحفز خلايا المعدة على انتاج الانزيمات الهاضمة قص المعدة غدة مشتركة بتفرز هرمون وتفرز انزيم كأن المعدة بتنشط نفسها عشان تبدأ تفرز الانزيم طيب وامتا الجسترين ده يفرز امتا الهرمون ده يفرز يفرز في حال انتلاق المعدة بالتعار يفرز في حالة ان الوسط اللي في المعدة اصبح وسط قلوي ابدأ افرز دهنا المادة الحامدية اللي هي الهي سي ال اللي موجودة ضمن العصارة المعدين كذلك الاسنى عشر فيه برضو هرمونين بيفرزوا من الاسنى عشر سكرتين وكلسيستو قينين بيفرزوا من الاسنى عشر ليه ليحفزوا البنكرياس على افراز العصارات الهاضمة بمعنى الطعام ودي تجربة كان عملها عالي من ماس مسترلينج اول ما يبصل للاسنى عشر بسرعة البنكرياس يفرز عصارات الهاضمة عليه قال لا هو البنكرياس عرف منين ان فيه دلوقتي اتلي في الاسنى عشر عن طريق هرمونات بتفرز من الغشاء المخاطي المباطل للاسنى عشر نزل الهرمون ده في الدم رجع للاسنى عشر او رجع للبنكرياس بدأ يحسه لانتاج انزيماته الهاضمة طبعا هتغديب اكثر تفسيرا ودقة في سنة تالتة بس انا ردتلك عليه ان انت بعادتي السؤال ففعلا بعض الهرمونات بتنشط او بتنشط انتاج الانزيمات الهاضمة طيب في اسئلة جات بتقول عايز عدد الغدد المفرزة لهضم النشا كليتا والمفرزة لهضم البروتين كليتا ولهضم الدهون كليتا طيب تعالي ناخد الثلاث نقط اللي وراء بعض دول عايز اهضم النشا كليتا تعالى ابدأ رحلة النشا من اول الفم طبعا لو لاحظتوا ان اسئلة النظر اللي قالت لنا النهاردة دي لما الحد كبير برضو اجزاء كبيرة في المنط طيب تعالي اخدها من اول الفم الفم ماشي فيه انزيمات بتهضم النشا اللي هو انزيمة تيالين او الاميليز ماشي ماشي ادي اول غد طيب تعالى طبعا المعدة ما فيهاش تعالى على الاثنى عشر فيه الاميليز البنكرياسي ادي تاني غد تعالى لما اوصل لغاية هوصل لمين بقى لللفائفي عشان عندما هضم السكريات السنائية في اللفائفي عشان انتج بقى السكريز والملتيز واللاكتيز اذا عندك تلات اماكن هو تبتلات غدد بتنتج لي او بتعمل لي انزيمات تهضم النشا كليتا كليتا دي اوصل لغاية الموني مربطاعة طب والبروتين ماشي هبدأ بيه المعدة والبيبسين ثم البنكرياس والتيربسين ثم هدخل على طبعا الامعاء او اللفائفي بل بيبتيديز عدة انواع من البيبتيديز ماشي تعالى نشوف هضم الدهون كليتا اه لا الدهون دي امرها سهل الدهون دي كل مشكلتي في الدهون هي مكان واحد بس بتتهضم هضم كلي في مكان واحد وهو اللايباس من البنكرياس يبقى عندي اللايباس من البنكرياس بيهضم الدهون هضما كاملا طيب تعالى نشوف السؤال رقم اربعة ده بيقول ايه ما الدور المناعي للمعدة في دوق فهمك للمنهج الدور المناعي لمن؟ للمعدة هي المعدة لها دور مناعي؟ اه على فكرة المعدة لها دور مناعي ولها دور هضمي طبعا هضمي من خلال البيبسين معروفة دي ايه المناعي طيب؟ مش احنا عارفين ان من ضمن العصارة المعادية عندي حامد الـ HCL بس كده دور المناعي هذا الحامد انه هو له تأثير قاتل على الميكروبات والفيروسات بس انا عايزة دوره المناعي بس لكن لو انا حبيت ان انا اجمل دوره كله لا ده الـ HCL وقف عمل انزيم التالين الـ HCL خل المعدة وسط حامدي الـ HCL نشط البيبسينوجين حاوله الى بيبسين ماشي بس المناعي يبقى قتل ميكروب بيروس عشان يمنعه من دخوله الى جسمك يبقى ده دوره المناعي تمان لسه بنشتكي وبنتكلم وفيه مناقشات بيننا وبين بعض لاحظتها في كومنتاتكم عن المصدر السريع للطاقة يا جماعة اتقالت كتير قوي 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 ونقوله تاني ما هو المصدر السريع ايه الفارق بينه الجوليكوز والـ ATB والجليكوجين والليبيدات تعالى نكتبها طيب انا عندي مين هبدأ بمين انا هبدأ بالجوليكوز ماشي الجوليكوز لو حبيت كده اعمل توضيح له الجوليكوز ده مصدر مصدر سريع للطاقة ماشي عندي بعد كده ATB ده ايه ده مخزون بس مخزون مباشر للطاقة يا رب ما تنسوهاش عندي جليكوجين اه الجليكوجين مخزون بس فعلي للطاقة خدت بالك من الفرق بين التلاتة التلاتة صور كاربوهايدراتات الجوليكوز مصدر سريع اول ما جسمك يبدأ يلجأ الى حرق يحرق الجوليكوز الاول الموجود في الاكل بتاعي مفيش جوليكوز يبقى انا فكرت بده رقم واحد ده ترتبهم اه ألجأ لان يكون فيه ATB مخزن ممكن كلت مبارح او اول وعند كمية من الATB المخزنة يبقى رقم اتنين معايا الATB طب مفيش ATB خلاص ألجأ للجليكوجين المخزن في الكبد ده المخزون الفعلي مفيش أه ألجأ الليبي دات الليبي دات المخزون الأكبر للطاقة لان الطاقة النتجة من حرق الليبي دات اضعاف الطاقة النتجة قد تكون خمس اضعاف الطاقة النتجة من حرق الكاربوهايدريت ولكن الجسم لا يلجأ الى حرق الكاربوهايدريت الا بعد انتهاء من كل صور الطاقة اللي احنا اتفقنا عليه يبقى الجليكوز مصدر سريع مفيش روحات الATB مفيش طب روح الجليكوزين المخزن مفيش طب روح احرق الدهون او الليبي دات وهدي تديك طاقة اضعاف مضعفة للي كان بالدهان الجليكوز طيب تعال نكمل اسئلتنا عندنا سؤال بيقول يفرز البنكرياس انزيم التيريبسينوجين في صورة غير ناشطة بينما يفرز الاميلاز في صورة ناشطة الله في واحد غير ناشط واحد ناشط ليه دايما يا جماعة اي انزيم يقول لك غير ناشط حتى لو جاب لي انزيم اسمه انا معرفوش طالما الانزيم ده غير ناشط اتأكد ان الانزيم ده مسئول عن هضم البروتين زي الببسين يوجد في صورة ببسينوجين التيريبسين يوجد في صورة تيريبسينوجين اشمعنا اللي اتنين دول بالزاد اصدر المسئولين عن هضم مين عن هضم البروتينات وجميع اعضاء وخلايا جسمك بروتينات يبقى لازم يكونوا موجودين بصورة غير ناشطة حتى لا يهضم العدو المسئول عن افرازه طبعا انا حددتلك البنكرياس اه التيريبسينوجين غير ناشط لان التيريبسينوجين يهضم البروتين ووجوده في الخلايا البنكرياس بصورة الناشطة هيعمل على هضم البنكرياس وبالتالي لازم يكون غير ناشط امتى ينشط لما ينزل للتجويف بتاع الاثنى عشر هيقابل مين الانتيريوكاينيز الانتيريوكاينيز انزيم منشط وليس هاضم خلي بالك كل الانزيمات اللي انت خطاها هاضمة عدل انتيريوكاينيز هو منشط وليس هاضم اسمه ايه انتيريوكاينيز منشط وليس هاضم طيب في سؤال تاني بيقول لنا ما هو المستقبل الاول لمادة النيكوتين في قلب المدخن الشخص اللي بيدخن ايه اول مكان في جسمه هيستقبل الدخان ده بلاش شميت حاجة ايه اول حاجة او اول مكان في القلب حددته هيصله ده الاوزيني الايسر شمال مش هو الدخان ده النيكوتين ده هيكون موجود في الحواصلات الهوائية اه يعني هيمر من الحواصلات الهوائية الهوائية الدموية اه طيب وهيمر يعني هيرجع للقلب عبره مين الاوردة الرئوية الاربعة اللي بتصبيني فين في الاوزين الايسر ماينفعش الايمن لا الايمن الايمن لسه طلع منه الشريان الرئوي اللي يرجع للقلب مين محمل بالاكسوجين ومحمل بأي مادة ممكن تكون انت استنشقتها او استهلكتها مع الدخان اللي مالا الرئتين ده هيدخل طبعا الى الاوزين الايسر وصل للقلب يبقى المستقبل الاول للنيكوتين هو الاوزين الايسر في القلب ودي مشكلة لان الاوزين الايسر هيوصل للبوتين الايسر والبوتين هيطلع طبعا الاورتي هيوصل لجميع خلايا وانحاء الجسم طيب الوعاء الدموي الذي يحمل قطيرات الدهن هو الوعاء الدموي الذي يحمل قطيرات الدهن هو طبعا ما فيش غيره اللي هو مين الوريد الاجوف العلوي خلي بالك الاجوف العلوي اللي هيستقبل اللمف بما فيه من دهون مش دهون وبس ده دهون وفيتامينات زائبة في الدهون الاي والدي والاي والك عشان هتجل لنا اسئلة دلوقتي هتاختر على الجزئية دي دي فيتامينات تزوب في الدهون هتسلك المسلك اللي انفاوي عشان توصل لمين للوريد الاجوف العلوي وما اللي الصفلي ده بتاع مين الدم الصفلي ده بتاع الدم بما يحمله بقى من سكريات او احماض امينية والبيتامينات زائبة في المية اذا فيه نوعين من انواع البيتامينات ركزوا الذي يزوب في الماء هيصلك المسلك الدمو والذي يزوب في الدهون او اللينف هيصلك المسلك اللينفاوي لانه بيزوب في الدهون طيب من ضمن اسئلتكو برضو فصر البنجر احمر اللون مش ليه البنجر احمر اللون البنجر الليفت الجزر اي حاجة تلاقي فيها لون اعرف ان ده بيرجع للون الاصباغ اللي فيها اشهر انواع الاصباغ مين القاروتين اللي بتكسب الجزر لونه لكن فيه مجموعة اصباغ اخرى تتبع هذا النوع من الاصباغ الملونة يبقى البنجر لونه احمر ليه ورق الكركديه لونه احمر ليه اي حاجة ملونة اعرف ان ده بيرجع لوجود الاصباغ الملونة اللي عدد الصبغة الملونة هيفوك عدد الأصباغ الخضراء فبالتالي يتحول اللون هذا العدو إلى اللون الأحمر أو إلى أي لون بتلات الأزهار البنجة الليفت ومال البيضة دي إيه وليه البيضة اللي هي طبعا أقصد بيها البيضاء اللي هي اسمها لايكو بلاست أو عديمة اللون ليه قالوا عديمة اللون وليه قالوا بيضة وليه وظفتها تخزين النشا ما نعايز بقى فاهم برضو النقطة الصغيرة دي ليه هقولك ليه هنا العدو ده خز النشا بكم أعلى فكم النشا العالي وانتعرف النشا لونه أبيض هيضغى لون النشا على لون البلاستيد فأصبح هذا العدو مسؤول عن تخزين النشا وأصبح كول لك الدرنة زي البطاطس زي القلقاس وخلافه يبقى أنا فهمت الخضراء كولوروفيل الملونة كاروتين بألوانه أصباغ طب البيضة لا ده وظفتها تخزين تخزين النشا يبقى طغى لون النشا لأنه أصبحت وظفتها تخزيني وده دمي بيبقى نسيج نوعه يا ترى لو قلتلك بقى البطاطس القلقاس كولانشيمي ولا كولورانشيمي ولا اسكيلورانشيمي لا كولانشيمي عرفت منيه أأسفة برانشيمي عرفت إنه برانشيمي مش تخزين البرانشيمي كانوع من أنوع الأنسجة مسؤول عن التخزين البرانشيمي مسؤول عن البناء الضوئي ومسؤول عن التخزين طبعا تحول لون إلى الأبيض قلت لأن أفاقة عدد حبيبات النشا اللي تم ايه تخزنها في المكان ده طيب سؤال تاني بيقول الفارق دين الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي اه بديهي حتى لو اللفظ مش مذكور معك في الكتاب ما احنا اتفقنا سايبينها الفهمك هضم كيميائي يبقى انت بتتكلم عن انزيمات انا بتكلم عن عمل انزيم الاميلز والتيالين بتكلم عن البفسين في انزيمات في مواد كيميائية طبعية بتنتج من الجسم ده هضم كيميائي لكن الهضم الميكانيكي زي الحركة الدودية اللي بتحصل فيه المريء زي الحركة برضو بتاعت الانكباض وانبساط اللي بتحصل في المعدة كلمة ميكانيكا يعني ايه حركة وانت بتدرس في كريكا يبقى بتدرس حركة يبقى هضم ميكانيكي انا عايز اقول ان الحركة بتاعت المعدة والحركة بتاعت المريء في الانكباض وانبساط ليها دور في عمليات الهضم وبالذات المعدة المعدة بتعمل خض وعجل للمادة الغذائية مع عصرات المعدة خض وعجل يعني ايه كأنك ماسك عجينة وعمال ايه بتعجل في العجينة دي الخض والعجل بيساعدني على انه يمتازج المادة الغذائية مع انزيمات الهاضمة فبيساعد على عمليات او اتمام عملات الهضم يعني ادر اقول الهضم الميكانيكي في بعض اعضاء جهازك الهضمي مرافقة وتساهل عمل الهضم الكيميائي يبقى كيميائي دور على مادة كيميائية ميكانيكي دور على حاجة فيها حركة حركة المريء حركة اللفائفي برضو عشان تدفع البلغة الغذائية الحركة بتاعت طبعا المعدة طيب سؤال بيقول وانا نقلته بنفس لفظ صاحبه او صاحبته الفرق بين الفصو جلسر والبيروفك مدام الجولكوز بيتكاؤن من زراتين من كلاه هما يعني الفصو جلسر والدهايد وبين البيروفك طيب تعال كده نكتب الصيغة بتاعتها وانت الوحدة كتفهم الفرق الفص وجلس الارضهاين C3 H6O3 مين ده البيجاز ماشي طيب والبيروفيك C3 H4O3 ده مين البيروفيك اظن واضح واضح 6 هيدروجين 2 هيدروجين يعني اختلفوا في عدد زرات الهيدروجين في كل من هما وانا عارف ان في الكيميا زرات تزيد او تنقص بتعمل اختلاف في اسم المركب طبعا ده اتحول لده اصلا حصل لده عملية اكسادة والاكسادة هنا ان انا نزعت اتنين هيدروجين فنزعت الهيدروجين عشان يشيلهم لك مين طبعا الناد ويتحول بيجال الى بيروفيك يبقى ده حاجة وده حاجة اختلفوا في عدد زرات الهيدروجين لكل من هما يبقى ده الفارق بين البيجال وبين البيروفيك وفهمت ايه القصة بين الاتنين طيب تعال نشوف بقية اسئلتكم السؤال ده جديد وموجود في بنك المعرفة عشان كده انا قلت لازم نحله سوا واحنا كده كده كنا هنجيبه بس كنت مستنية عليه شوية اقرأ معايا السؤال بيقول ايه بصراحة انا كنت ناوية اقول لكم حتة ريفة ايام ليلة الانتحان بس طالما حد سأل فيها والقيت اتنين سألوا فيها خلاص بيقى اقولها احسب معدل ضربات القلب لقلب نتاجه خمس تلاف ومائة سنتيمتر مكعب في الدقيقة ماشي وحجم نفضته يعني حجم ضربته بيصمى النفضة اللي هي الضربة تسعين عايز يقربها لأقرب عدد صحيح لأقرب عدد صحيح طيب في قانون بص كده انا هعمل ايه زي ما كنا زمان متعودين نرسم مسلسات بتحللي مشاكل كتيرة في حل المسائل دي هعمل كده وقولك ايه هنا هقول النتاج القلبي يعني ايه النتاج القلبي ده كمية الدم اللي بيدخها القلب ماشي ايه في ايه سرعة الدربات اللي هي سرعة الدربات القلبي يعني مع حجم عفوا مع حجم الضربة او حجم النفضة يبقى النتاج القلبي لو انا طلعت بقى بالقانون ده النتاج القلبي يعني كمية الدم اللي بيدخها لك هيتساوي سرعة ضربات او عدد ضربات القلب فيه ماشي حجم الضربة قالك حجم الضربة قالي حجم النفضة اللي اتنين واحد النفضة هي الضربة النتاج القلبي القانون ده مهم يا جماعة وفيه اكتر من حد قاله ومسكور في بنك المعرف يبقى النتاج القلبي بيساوي سرعة ضربات القلب او عدد ضربات القلب في حجم الضربة او حجم النفضة طيب هول مرة دي قالك احسب معدل ضربات القلب يعني عايز ده زي ما كنا بنحل زمان احسب معدل ضربات القلب اللي هو عايزه بحطي ايدي عليه يبقى هيساوي النتاج القلبي على حجم الضربة طب انت النتاج القلبي جبته كم يا عام؟ جبت خمس تلاف ومية طب عدد الدربات ايه؟ تسعين لو قسمت الخمس تلاف ومية على عدد الدربات هيطلع لك ستة وخمسين وستة من عشرة تقريبا يبقى حجم النتاج القلبي تقريبا او اسفة سرعة ضربات القلب ستة وخمسين وستة من عشرة تقريبا يبقى نقول تاني عشان دي حتة مهمة النتاج القلبي النتاج القلبي هو سرعة ضربات القلب او عدد ضربات القلب في حجم النفضة يا ريت الاسلايب ده تخلي بالكو منه جدا ادي المسألة واضي القانون واضي النتيجة النهائية النتاج القلبي بيساوي سرعة دربات القلب في حجم الدربة او حجم النفضة طيب انت عايز ايه قالك احسب معدد دربات القلب يعني عايز سرعة القلب يبقى سرعة القلب او سرعة دربات القلب بيساوي نتاج القلبي على حجم الدربة طيب افرد قالك عايز حجم الدربة يبقى النتاج القلبي على سرعة الدربات طيب او عايز النتاج القلبي يبقى سرعة الدربات في النفضة خد العلوان الرئيسي وقلبه مسلس عشان يبقى سهل عليك النتاج القلبي عدد دربات القلب او سرعة دربات القلب فيه طبعا حجم الدربة او النفضة يا ريت ننتبه وناخد بالنا من السؤال ده لانه غريب وجديد لكن فيه اكتر من حد طلب هذا السؤال بكده نكون انتهيت طبعا اخدت وقت كتير مننا الاسئلة النظر اللي انتو بعتوها خدت وقت كبير مننا بس برضو كان فيه اسئلة حلوة ووضحنا فيها حاجات كتير وانا دايما طبعا رغباتكو اوامر اللي انتو بتطلبوه لازم نعمله تعالا بقى نشوف اسئلة اختر بقى نكمل اسئلتنا اختر اللي برضو اغلبها منكم واول سؤال ده برضو كان من طالبنا كريم بيقول اين لكي يصل فيتامين بي الى القلب لكي يصل فيتامين بي الى القلب خلي بالك بي ده مش اي فيتامين يمر خلال كل مما يأتي مع ده هيمر خلال مين يا ترى وريد الكابدي وريد بابي كابدي وريد اجوف صفلي وريد اجوف علوي ايه ده اعرفه منين بالراح اول ما يقول لي بيتامين فكر هل الفيتامين ده يتبع فيتامينات التي تزوف في الدهون معنا حافظ الـ A والـ D والـ E والـ K A والـ D والـ E والـ K هل ده تبعهم لا خلاص يبقى ده مش هيمر عبر الوريد الاجوف العلوي خلاص لانه وقال لك ايه يمر خلال كل مما يأتي الفيتامين بي ده بيدوب في المية يبقى يمر وريد بابي كابدي اكيد هيمر وريد كابدي اكيد هيمر اجوف صفلي ده لازم هيدخل للأزين الايمن عبر وريد اجوف صفلي لكن مانوش دعوة بالوريد الاجوف العلوي يبقى اجابتنا هي الوريد الاجوف العلوي لانه قال لي معادة خلي بالك ساعات ما بتاخدوش بالك من كلمة معادة دي طيب اين مما يأتي يعتبر من الخلايا الغير متميزة او المتميزة اين مما يأتي من الخلايا الغير متميزة طيب خشب كامبيوم لحاء بريسايكل هو قال لي يعتبر من الخلايا الغير متميزة غير متميزة طيب يعني يعني الدول المتميزين خشب كامبيوم لحاء بريسايكل تعانيش على واحد واحد الخشب خلي بالك الخشب ده نسيج وعائي مركب اللحاء نسيج مركب البرسايكل نسيج مركب من الوحيد هنا اللي يعتبر المتميز الكامبيوم خليك معايا تاني تعال نشوف كل واحد بتركب من ايه انا عايزة اصحح السؤال مين متميز ومين غير متميز ما المقصود بغير متميز متميز يعني انسيجة كلها شكل بعضها الغير متميز الغير متميز يعني فيه اختلاف فيه اختلاف بين الانسيجة وبعضها طيب ما تيجي نشوف كده الخشب فيه تميز اه فيه عندي اوعية وفيه عندي كصيبات اوعية وكصيبات وكمان عندي برانشيمة خشب طيب دعنا نشوف اللحاء طبعا عندي خلايا مرافقة خلايا مرافقة وعندي انبوبة غربالية وعندي برانشيمة لحاء كذا نوعه طيب تعال نتكلم عن الكامبيوم كلها خلايا إنشائية مريستيمية مش متميزين متمثلين دول متمثلين طيب البرسايكل برانشما مع ألياف إذن كله غير متميز ما عدا قل ينقص السؤال كلمة ما عدا ما عدا كله دول غير متميزين ما عدا مين اللي متميز أو مين اللي شكل بعضه خلي بالكو يا جماعة متميز وغير متميز غير متميز يعني فيه كذا نوع فيه كذا شكل تاني أنا عندي خشب أنسجة مركبة اللي حق أنسجة مركبة البرسايكل مركبة يعني فيه اختلاف بينه وبين بعض لكن من اللي شبه أو الغير متميز فيهم يعني مش متميز يعني كلهم شكل بعض يعني أصلي كلمة المتميز يعني مختلفين آه كل دول مختلفين كل دول كانوا مختلفين لكن الوحيد اللي كان شكل بعضه يعني مش متميز بل بالعكس ده متماسل الكامبيوم ليه الكامبيوم خلايا إنشائية ميرستيمية كل خلايا شكل بعضه إنشائية ميرستيمية لكن خشب فيه كذا نوع متميزين عن بعض اللي حق فيه كذا حاجة فيه خق فيه فيه أمبوبة غربالية وخلايا مرافقة وبرانشيما حتى البرانشيما كان فيه عندي برانشيما متباتلة مع أليات كل دول متميزين لكن الغير متميز اللي هنا كان مين غير متميز عن الكامبيوم لإنهما كانوا كل خلايا شكل إيه بعضه طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول إيه العملية الحادثة في البلاستيدة الخضراء ومعاكسة لعملية الفسفرة الضوئية نركز كده شوية في السؤال العملية الحادثة في البلاستيدة الخضراء حاجة تحصل في البلاستيدة ماشي وبتعاكس لعملية الفسفرة الضوئية هي إيه الفسفرة الضوئية اللي حصوله على الATB من الADB كانت بتحصل فين الفسفرة دي في الجرانة لإن دي ضوئية خلي بالك هخلص السؤال وقولك حتة تانية هنا تأكد على بعض بيه بس هو قال لي عاملية معاكس إذا كان الفسفرة ATB من ADB طب تعالي نقرأ الاختيارات ATB من ADB في الجرانة ولا ATB من ADB في السيترومة ولا ADB من ATB في الجرانة ولا ADB من ADB في السيترومة اطلق بط أكيد نفسي تتعود في الأسئلة زي كده انت تجيب الإجابة قبل أندص في الاختيارات هتلاقي المضوع أسهل وأيصر عليك كتير هو قال لي عاملية معاكسة للفسفرة الضوئية إيه الفسفرة دي ATB من ADB وحصلت في الجرانة طب عكس يبقى أنا هجيب ADB من ATB أدي أول لقطة يبقى أنا هبص على جيم مودال ماشي بس ليه بتحصل فين هل الحصول على ADB بيحصل في الجرانة ولا في السيترومة لا في السيترومة طبعا ليه أفكر في الجرانة بيحصل تكوين الـ ATB من الطاقة المنطلقة من الألكترونات ما هو الألكترون لما بيصار ويرجع على مداره الأصلي بتنبعث منه طاقة جزء منها هيساعدنا على أن أنا يحول الـ ADB إلى ATB هنا سميتها فسفرة ضوئة ATB من ADB أو الـ ADB حولته الـ ATB نفس المعنى المنتج النهائي ATB حلو بعد كده الـ ATB ده مع الـ NATB H2 اللي لما ييجي بقى الـ NATB يتحد مع الهيدروجين لتثبيته يخرج المركبين دول بسميهم مركبية طاقة تثبيتية عشان لو قابلت الكلمة توقاش جديدة على ودنك مركبية طاقة تثبيتية انت ثبت الطاقة في الـ ATB وثبت الهيدروجين مع الـ NATB ماشي وبعدين طلعوا من الجرانة راحوا على السيترومة ليه؟ عشان الـ NATB يسلم الهيدروجين لسنة أكسيدي الكربون هيختزل سنة أكسيدي الكربون والـ ATB هيسلم الطاقة هيسلم الطاقة يبقى الـ ATB هيفكت طاقته ويرجع ADB يبقى الحصول على ADB من الـ ATB ده حصل في السيترومة وده كان الاختيار بتاعنا لو رجعنا بقى لأسئلتنا تاني خلاص انا كده حددت دماغي ما بين جيم ودال هشيل بقى دي وقولي الكلام ده حصل في السيترومة طيب بالمرة انت خدت فسفرة مرتين ضوئية وتأكسدية الضوئية بتحصل في البلاستيدة والتأكسدية بتحصل في الميتوكنديريا خلي بالك ليه في الميتوكنديريا ببدأ لما بحول الناد والفاد اتش طبعا شايلين اتش الى ناد وفاد بتنطلق طاقة بكون بيها ATB يبقى فيه فرق بين الاتنين كلاهما الحصول على الـ ATB من الـ ADB بس يترى والطاقة الضوئية ولا والطاقة المنطلقة بالنساية كرومات ده اللي يحصر لك انت عايز ان يفصفر فيه طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لنا ايه عدد جزئات الـ ATB طبعا انا لاحظت ان فيه كتير منكو عايزين اسئلة على الـ ATB كتير حاضر النهاردة فيه جزء لحد ما مش قليل وهنستكمل الحلقة القادمة ان شاء الله البقى عدد جزئات الـ ATB الناتجة من اجسادة جزء واحد اسطايل اجسادة كاملة تاني كده عدد جزئات الـ ATB الناتجة من اجسادة جزء واحد اسطايل اجسادة كاملة طيب تعال نشوف الاختيارات ستة ولا اتناشر ولا خمستاشر ولا ستة وتلاتين اتناشر من ليه تعال نحسب الفايسل بيني وبينك ايه حسابتنا طبعا انا عارف ان دورتايك ريفس بيطلع بينه 24 فانا خدت النص بس انا ممكن اجاولك بطرقة تانية حسابية انا عايزة على الجزئات الـ ATB من اسطايل واحد اسطايل واحد ماشي عدد معايا كام الناتجة خرجت معاك معاك تلات فيه تلاتة ناد منين في تلاتة طبعا التلاتة دورت كل واحدة بتطلع لي كام تلاتة زيها اوكي يبقى تلاتة وتلاتة وتلاتة يعني كام يعني تسعة معاك تلاتة ATB خرجوا دلوقتي ماشي ومعاك واحدة فاد الفاد بكام باتنين ومعايا واحدة ATB قادي تلاتة تلاتة وتسعة اتناشر اقول تاني عدد جزئات الـ ATB النتجة من جزء اسطايل واحد لان اللي بعت السؤال ده قال لي لو سمعتها فاهمها لي عدد جزئات الـ ATB النتجة من جزء اسطايل واحد ماشي ادخل معايا اسطايل دخل هيتحد مع الأجزال واسيتك هيكون الكيتو جلوتاريك اسفل هيكون السيترك اجي اول واحد ماشي ابدأ اكس تشيل سي او او اتش كونت الكيتو جلوتاريك ادي واحدة ناد كونت الساكسينيك ادي التانية ناد كونت المليك ادي واحدة فاد ارجع تاني الأجزال واسيتك هيطلع معاك ناد إذا انطلع معايا تلاتة ناد راجع الدورة مرة أخرى كل دورة فيها تلاتة ناد وواحدة فات تلاتة ناد وانا عارفة ان كل واحدة اتناد بتبديني تلاتة اي تي بي تلاتة في تلاتة بتسعة طب والفات بلادي بتبديني اتنين يبقى تسعة واثنين حداشر اتبقى معايا وحدة اي تي بي حر يبقى معايا كام اتناشر عيد بقى الدورة مرتين يبقى معاياك اربعة وعشرين اتناشر في كل ايه في كل دورة طيب كده وضحناها جات منين نشوف السؤال اللي ورا الانشطار الفعلي اثناء اكسادة الجولوكوز الانشطار الفعلي اثناء اكسادة الجولوكوز بيتم لجزء مين الجولوكوز هو الانشطر ولا الفاركتوز واحد وستة سناء الفوسفات ولا الفوسفجنسر الداهايد اللي انشطر ولا الجولوكوز ستة فوسفات الانشطار الفعلي هو الجولوكوز بينشطر هل الجولوكوز ستة فوسفات انشطر ولا الفاركتوز ولا الفوسفجنسر الداهايد طبعا الفاركتوز لو مشيت بترتيب كده هقولك ايه جولوكوز هدخله فوسفور واستهلك ATP زي ما احنا عارفين طبعا حاولت الجولوكوز ستة فوسفات ما عملش انشطار رس وبعدين حاولت له فاركتوز 6 فسفات وبعدين حاولت الفرابطوس 1 و 6 لما عدت قولك انا بعيد ترتيب ارجع للحلقة دي تاني بعيد الترتيب ماشي وبعدين جيت هنا وقمت شطرة بالنص عشان يبقى كل جزء 3 كربون 1 فسفات 3 كربون 1 فسفات طبعا الواحدة الفسفات دي واحدة مع زارة الكربون رقم 1 واحدة مع 6 ولما شطرت بقى 3 و 1 فسفو جلسر قلد هاي فيه ناس بتشك في البيروفق لما ينفعش البيروفق اللي عملت له اكسادة او عملت اكسادة للفرابطوس 1 و 6 سناء الفسفات يبقى هو دل انا عملت له انشطار فعلي مبسوطة بمراجعتي النهاردة وحسة ان المراجعة دي عشان كانت اسئلتكو كلها نحلتها لكو حسة ان انتو استفدتوا الدنيا كانت كويسة لسه لسه معانا مراجعات كتير لسه معانا وقت كتير ولسه برضو هستقبل برضو اسئلتكو ونستكمل بقية الاسئلة الحلقات القادمة لغاية ما نوصلك لباب اللجنة وانت متطمن خلي بالك امتحانك تابلت وفي المدرسة يعني اهتم الامتحان في المدرسة يعني هيكون في لجنة ومن غير بقى ما فصر انتو فاهميني يبقى اهتم كويس قوي وذاكر لان ساعة الامتحان يكرم المرء وطبعا هيكرم ان شاء الله ما عندناش حاجة تاني ان شاء الله هنستكمل بقية حلقاتنا او بقية مراجعاتنا الحلقات القادمة ذكروا كويس وليقف معاكم بعطولي وانا بدرس كلكم منتاتكم بعناية وعلى قد بقدر باخد كم كبير من اسئلتكم مع وعد بمزيد من الحلقات اشكركم لحسن استماعكم وعلى وعد باللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته